أهلا وسهلا بك معاك عمير مونير من شركة التأمين تأمين على كل شيء تأمين على حياة على صحة على مستقبل على أهل على شغل على مال على كل شيء بإذن الله ومش تعلم منك تعمل فلوس ولا اشتراك ولا اي كلام من ده دي هداية مني بك تمن حاجات تعملهم كل يوم تأمين على كل اللي نفسك تأمين عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبا يبال بي أهلا بكم وتعالوا نتعرف عليهم تأمين تأمين عشان نحافظ عليهم وربنا بإذن الله يحفظنا بحفظه ويزيدنا من كرمه وتعالوا نتعرف مع بعض على التأمين الأول سن عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا لما نيجي نخرج من باب البيت نقف لحظات ونقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ان اللي يعمل كده قيل له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان يعني اللي يقول الكلام ده وهو نازل ربنا سبحانه وتعالى وعدوا انه أول حاجة يكفي كل شره سوء ويحفظه من كل الحاجات اللي هو خايف منها وكمان الشيطان طول الوقت يسيبه في حاله ويا ما في حياتنا الشيطين انسوا جن نفسنا ربنا سبحانه وتعالى ينحيهم عنا ويكفينا وسوسط أما الثاني تأمين لازم تحافظ عليه طول الوقت النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ان اللي يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات صبح وبالليل يعني بعد صلاة الفجر وقبل صلاة المغرب لا يضره شيء بإذن الله فلو تعرف تقولهم بعد صلاة الفجر وقبل صلاة المغرب فده المعاد المظبوط ولكن يا سيدي افرد نسيت أو نمت أو حاجة شغلتك وما قلتهمش تقولهم وانت نازل لمشوارك اهو انت خرجت فبتقول بسم الله توكلته على الله وبعدها تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات ربنا يحفظك بإذن الله أما بقى التأمين رقم 3 دخلت مكان والمكان ده هتقعد فيه أو هتعمل فيه حاجة وهتطلع منه تاني وعايز ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من كل المشاكل والشر والسوء اللي موجودة في المكان ده وترجع منه بألف سلامة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ان اللي يدخل مكان ويقول أعوذ بكلمات الله التام مات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك فكلما تخش مكان قول الدعاء ده أما بقى التأمين الرابع هو دعاء لازم يكون عن ألسانك كل يوم ويا سلام لو كل يوم أكتر من مرة كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نخمتك وجميع صخطك فيك مواحد يا جماعة نام سليم وصحي عيان نام غني وصحي فقير نام في نعمة والنعمة تسلبت منه فالدعاء ده أنت بتقول له يا رب أنا أعوذ بك من أن نعمتك تزول عنه أو أنك تغضب علي أو أن العافية اللي أنا فيها تروح منه أو أي صخط أو حاجة يا رب تزحلك منه دعاء جميل وسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأمين مهم هو عبدالطال أما بقى التأمين الخامس فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن اللي يخاف على حاجة يستودع الله عز وجل الحاجة دي وقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا استودع شيئا حافظه فأنت كل يوم قول اللهم إني أستودعك أمي أبي مراتي أولادي أستودعك مالي شغلي عربيتي أستودعك صحتي أستودعك رزقي أستودعك ديني وأصلاتي استودع ربنا سبحانه وتعالى كل حاجة في حياتك ربنا سبحانه وتعالى يحفظه لك بإذن الله وخليها عادة على السر أما التأمين السادس كل ليلة لازم تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة من أول آمن الرسول لغاية الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال الآياتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلتين كفتاة يعني تحفظه من كل شر وسوء ودرره وخايف منه بإذن الله فكل ليلة اوعى تعديها من غير ما تقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة التأمين رقم سبعة صلاة الفجر يا جماعة صلاة الفجر الناس اللي بتفوتها خد بالك ان تنضيع تأمين مهم جدا في حياتك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله والصبح هنا هي صلاة الفجر اللي بتبدأ من أول أدان الفجر لغاية شروق الشمس فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنه معنى الكلام ان اللي بيصلي الفجر ربنا سبحانه وتعالى بيحفظه بحفظه وان اي حد هيخترق حفظه ربنا للشخص ده ويعتدي عليه ربنا سبحانه وتعالى هو خصمه وانه لو اعتدى على صاحب صلاة الفجر هيبقى هو من أهل الناس يعني اللي بيحميك يا فندم ربنا سبحانه وتعالى الكبير العظيم الجبار العلي خايف من ايه فاللي يصلي الفجر في أمان وضمان وما يخافش من حاجة قبل اما بقى التأمين رقم 8 فمن بعد الشروق بربع ساعة لغاية قبل الظهر بحوالي نص ساعة تلت ساعة في صلاة اسمها صلاة الضحة والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان يصلي صلاة الضحة أربع ركعت ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم ده لي ايه بقى عند ربنا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة سبحانه وتعالى ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات اكفي كآخرة يعني اللي يصلي أربع ركعات ضحى ربنا سبحانه وتعالى يحفظه بأمانه وضمانه فاوعد فوتهم بقى 8 تأمينات في اليوم والليلة يحفظوك بحفظ الله بإذن الله من كل شر و سوء هدية لوز اللوز يلا مش لوز اللوز قل لي وسمعني زعلاء بإنك أنا انت بقى لك فترة ما أثر معي بس يلا بحبك عامل ايه؟ وإلى أولى أيها السيدات والسادة ينتهي الفيديو بتاعنا النهارة وقبل ما تمشي تنساش تعمل لايك الفيديو لايك لصوحة الفيس بوك سبسكريب على اليوتيوب وقفوله على الانستجرام زعلاء بإنك عشان انت بقى لك فترة ما بتعمليش راديني قلتلك اقولي فشير في الخير وادهالي على الخير كفاعله ولو حابين تدعموني على بيترون هتلاقي لينك الدعم فا اقول كومنت على الفيس بوك اقول كومنت على اليوتيوب وفي التسكريبشن على اليوتيوب أنا بحبكم في اللقاء أشوفكم بكرة بإذن الله تابعوا هاشتاج الساعة السابعة هتلاقي عليك كل الفيديوهات وكان معكم أمير مونير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته